نروح لأخبار نادي الزمالك الفيفا بيطالب الزمالك بسداد 750 ألف يورو لمرتيمو البرتغالي أو خصم 6 نقاط نادي الزمالك معود دايما ومجلس دارته الحالي معود دايما بالمشاكل العالقة فيما يخص مستحقات اللاعبين لكن المراضي هي مستحقات أحد الأندية وهو مريتيمو البرتغالي اللي كان بيلع فيه محمد إبراهيم ناجم نادي الزمالك وبيستحق أو بيحق لمريتيمو البرتغالي 750 ألف يورو لسه ما تمش دفعهم لنادي البرتغالي عشان كده طالب بيهم أو عمل شكوى في لجنة الانضباط في الفيفا اللي أرسلت خطاب رسمي نادي الزمالك أن يتم سداد هذه المستحقات في أسرع وقت وإلا سيتم فرض بعض العقوبات وأبرزها خاص من 6 نقاط من رصيد نادي الزمالك في الموسم الجديد